بمناسبة أرباحها، ده سؤال تازع الهوى يعني، ما كانش متحضر قبل الإنفو جراف بمناسبة الأندية الدرنماركية والمكاسب اللي بتحققها حد سأل قبل كده، إيه هو حجم المكاسب الفنية والمادية اللي بتحققها الأندية المصرية وكام نادي في مصر أساساً بحقق مكاسب؟ ده سؤال مهم جداً على فكرة يعني كل القائمين على المشهد الرياضي في مصر إعلام رياضي، خبراء، محللين يعني، آن كان مين؟ مسؤولين عن المنظومة حد سأل نفسه إيه حجم الاستفادة مش فيه نشاط رياضي وفيه أندية بتصرف يعني مئات الملايين مش هقول مليارات، مئات الملايين على النشاط الرياضي بشكل عام وعلى كرة القدم بشكل خاص صفقات لعبين وانتقالات وأجهزة فنية ومعسكرات تدريب وملاعب ورحلات خارجية ورحلات داخلية يعني مش دي منظومة اقتصادية متكاملة مرضود المنظومة دي إيه؟ مرضود المنظومة دي على الأندية لنفسها، على الأندية المصرية إيه؟ من ناحية الفنية، إيه المكاسب الفنية اللي بتحققها؟ أو على المكاسب المادية يعني إذا كانتش في مكسب فني إذا كنتش قادر تفوز ببطولة في مقابل حجم الإنفاق ده المفترة دي بقى فيه عائد مادي، كم نادي في مصر بيكسب؟ وأشوف بعد كده بقى مرضود ده على الكرة المصرية إحنا قاعدين بنسمع عن صفقات وعن لعبين وعن نجوم وعن أجهزة وعن معسكرات وعن بطولات وعن مشاركات وعن آخره اللي رجع ده على الكرة المصرية إيه؟